إقرار جديد يكشف عن محادثات سعودية يومية مع ميليش الحوثي بحسب صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية نقلا عن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر فإن عرضا سعوديا بإنهاء الحرب لا يزال مطروحا على مائدة الحوثيين رغم ذلك لم يقدم الحوثيون ردا حتى اللحظة ووفقا للصحيفة فإن مسؤولين السعوديين تحدثوا مع نظرائهم الحوثيين الاثنين للتشديد على أن استهداف الصنعاء بضربات جوية ليس إلا ردا على الهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف الرياض وجيزان قبل أيام وليس المقصود منها تصعيد النزاع يقول مراقبنا إن الرياض باتت اليوم أشد حاجة لوقف الحرب من خلال محاولتها الحتيتة جر ميليش الحوثي إلى مربع المفاوضات عبر جولات عدة ولقاءات مباشرة وغير مباشرة تفضي بمجملها لوقف التصعيد العسكري وإغلاق باب الصواريخ الباليستية تمضي السعودية في مسك العصى من منتصفها في محاولات لإعادة توازنها عقب الضربة القاسية التي تلقتها منشآتها النفطية منتصف سبتمبر من العام المنصر خصوصا مع مسلسل إخفاقات الحرب في اليمن والتي بات جليا أن لا نهاية جيدة للرياض فيها يبدو حديث آل جابر عن دعوة السعودية لإجراء محادثات زلام بين حكومة الشرعية وميليش الحوثي إشارة واضحة إلى تحول كبير في سياسة السعودية تحولت الرياض من حليف للشرعية إلى مجرد وسيط يرعى تفاهمات تشابه اتفاق الرياض المحتضر بين الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا يرى مراقبون أن مساعي السعودية لمصالحة مع الحوثيين بدأت مؤشراتها في الجوف ومأرب التي تحمل الاندفاعة الحوثية دلالة واضحة على طبيعة التفاهمات السعودية الحوثية